وينضم معنا من لندن عبر سكايب الصحفي والإعلامي السوري سيد زياد المنجد أهلا بكم أستاذ زياد بداية العقوبات الأمريكية على إيران تدخل مرحلة ما يسمى بتصفير النفط المصدر نبدأ من النقطة الأهم عن إمكانية الدول ككل الالتزام بهذه العقوبات لا شك أن الثالث من ماي الجاري هو بداية تطبيق العقوبات الأمريكية بشكل جدي على إيران وهذه العقوبات حقيقة الأمر أن هناك زبائن النفط الإيراني كتركيا والصين رفضت هذه العقوبات وتحاول قدر الإمكان أن تتخلص من هذه العقوبات وتقنع الولايات المتحدة الأمريكية باستثنائها أو استمرار استثنائها لأشهر أخرى رئيس ما تجد بديلا ولكن يبدو أن ترامب مصر على إلغاء هذه الاستثناءات ونحن نعلم أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست كالإدارات السابقة وهي تحاول قدر الإمكان أن تكون هذه العقوبات فعالة ولكن علينا أن ننتظر عند دخول الحظر بشكل فعلي ماذا ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل خاص رئيس ترامب إذا ما حاولت زبناء النفط الإيراني الاستمرار في شراء هذا النفط ولذلك كل شيء متوقف على المستقبل وعلى جديد ترامب في فرض هذه العقوبات وخنق الاقتصاد الإيراني نحن نعلم أن العراق هو من أكبر المتضررين في هذا الأمر وخاصة نعلم أن ثلثة طاقة العراقية تستورد من إيران إضافة إلى أن العراق يستورد 28 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني يوميا من أجل تشغيل المولدات الكهرباء ولكن هل سيستثنى رئيس الوزراء عادل عبد بهذه النقطة أستاذ زياد كما ذكرت هل سؤال مطروح هل يمكن أن ينجو العراق من هذه المصيدة لكن هناك تهديدات تطليقها ما يسميها المراقبون أدوات إيران في العراق كالميليشيات وبعض السياسيين والأحزاب بالوقوف مع إيران ضد العقوبات المفروضة عليها ما هي الوسائل التي يمكن أن تستخدمها هذه الأدوات إن صح التعبير في التعامل مع العقوبات المفروضة على إيران يعني لا يمكن هذه التهديدات هي عبارة عن تهديدات في الهواء ولا تعني شيئا ولكن يمكن للعراق ويعني هناك أمور حسيثة سومو الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي هناك بعض الأنباء تقول أنها تستعد لتصويق النفط العيراني وتحت العلم العراقي ولكن هل ستسكت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا يوجد بديل عن العقوبات ولذلك العراق في موقف حرج جدا وكما قلت لك عدل عمي مهدي يقول أن الغاز ليس ضمن العقوبات ولكن لا الولايات المتحدة تؤكد أن الغاز والنفط وحتى التعامل بالعملة الصعبة وهناك من يقترح أن يتم شراء الغاز الإيراني بالعملة العراقية أو بالتمن الإيراني حتى يبتعدوا عن هذه العقوبات ولكن كل شيء يمكن أن يتضح خلال الأشهر الأولى ونحن نعلم أن هذا الحصار ليس الحصار الأول المفروض على إيران إيران تعرضت لحصارات عديدة وأولها عندما أمم مصدق النفط في الخمسينات ولكن لا نعلم أن لإيران حدود برية تقترب من 6 ألاف كيلومتر وحدود بحرية 2700 كيلومتر الحديث عن الحدود البحرية أستاذ زياد إلى أي مدى يمكن أن تنفذ إيران تهديداتها بعدم الانفراج على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز محملة بالنفط العربي وهي محرومة من التصدير لا أعتقد أن هذه التهديدات ستأخذ محملة الجد لأن العواقب التي ستترتب على إغلاق مضيق هرمز ومنع الناقلات النفط من المرور في هذا المضيق سوف يؤدي إلى نتائج عكسية وخيمة بالنسبة لإيران وللسوق العالمي نحن نعلم حتى الصين التي تقول أنها ضد العقوبات عندما يغلق مضيق هرمز فإن صادرات النفط ستتوقف عن الجميع وبالتالي سندخل في إشكالات كبيرة بالنسبة لسوق النفط العالمي وبالتالي لا أعتقد أن هناك جدية قد تلجأ البحرية الإيرانية إلى زرع ألغام أو إغراق بعض السفن لمحاولة عرقلة هذه الشحنات التي تمر عبر المضيق ولكنها لن تستطيع أن تفعل شيئا عسكريا لأنها ستجابه برد عسكري وأنا قلت لك إدارة ترامب ليست كإدارة أوباما ولا الإدارات الأمريكية الأخرى وعلينا أن ننتظر ماذا يجب كل السيناريوهات مفتوحة وأعتقد أن إيران بخلال حصاراتها السابقة لديها القدرة على أن تصدر جزءا من النفط ولكن حتى تصدير هذا الجزء الصغير سيؤدي إلى كارثة اقتصادية يعود عليها بالسوق سيد زياد هناك من يشكك بحقيقة الخلاف أو الاختلاف ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران هناك من يقول إن كانت الولايات المتحدة الآن فعلا عازمة على تقليم أظافر إيران تحجيمها قطع يدها سمها ما شئت لكن هناك عناصر إيرانية مدعومة إيرانية مقاتلون إيرانيون موجودون في العراق في السورية دعم لميليشيات في اليمن وهناك دعم في لبنان فلماذا الولايات المتحدة إذن التي تسير بطائراتها من فوقهم لا تحجمهم أيضا ألا يحتاج هؤلاء إلى دعم مادي من أجل الاستمرار إن كانا فعلا متعاونين وهناك مشاريع تنفذ تخدم الطرفين أنا قلتها سابقا أنا أرتاب من العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين في منطقتنا متفقان عكس خلافاتهم في المناطق الأخرى لأن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي ومن وراء الطرف الصيوني يريدون الإيقاع بنا وتفتيتنا وتقسيمنا كما قلت يعني القوات الأمريكية المتواجدة في العراق هناك من الميليشيات الإيرانية المدعومة إيرانيا والتي تجوب حول القواعد الأمريكية وتهددها لماذا لا تقوم هذه القوات الأمريكية بتحجيمها ووضع حد لها وهي قادرة إذن هناك شيء مريب أنا أعتقد أن اتفاقا ما تحت الطاولة يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران حول منطقتنا ولكن مع إيران ولكن يبدو أن إيران تجاوزت قليلا الخطوط الحمراء ويجب أن يضع حدا لها ولممارساتها من أجل استمرار دورها في المنطقة الدور الإيراني ما زال مطلوبا ولن ينتهي الدور الإيراني طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجز والصحيين لم ينجزوا مهمتهم وهي تفتيت المنطقة وإيران هي الأقدر على تفتيت المنطقة من خلال بس الطائفية التي يمكن أن تفتيت أشكرك شكرا جزيلا زيادا المنجد الصحفي والإعلام السوري كنت معنا عبر سكايب من لندن